بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اسم الرسولون الكريم محمد يتركب من ثلاثة حروف الميم الحاء والدال أول ورود لهذه الحروف في القرآن وبالضبط في صورة الفاتحة جاءت على الشكل التالي لنرى ترتيب أول ورود في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نرى أن أول ميم جاء في الربع الثالثة دون الحروف والحاء في ترتيب 11 أما الدال في الترتيب 24 إذن فحسب ترتيب الحروف من بداية القرآن فأول ميم ترتيبه 3 وأول حاء ترتيبه 11 وأول دال ترتيبه 24 مجموعة هذه الترتيب 3 زائد 11 زائد 24 يساوي 38 فكما رأينا فاسم محمد يتكون من ثلاثة حروف الميم الحاء والدال وإذا تأمننا الآن الترتيب الهجائي للحروف الثلاثة فالميم ترتيبه 24 الحاء 6 الدال ترتيبه ضمن الحروف الهجائية 8 فمجموعة الترتيب الهجائية يساوي 38 إذن فمجموعة ترتيب أول ورود لحروف اسم محمد 38 ومجموعة الترتيب الهجائي للحروف الثلاثة لإسم محمد 38 الأعجب أن الصورة الوحيدة في القرآن التي عدد آياتها 38 هي صورة محمد سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته